أخوتي السلام عليكم السلام عليكم تحياتي لجميع كان حجم المغربة داخل الوطن وخارج الوطن خاصة متتبع القناة باشر العمراني كنقول لكم مرحبا بكم ودائما كنرحبوا المتتبعين نرجودون تاوما كنقول لهم مرحبا بكم للقناة ديركم وفي حال دائما أخوتي واحد تحية نجميع المغاربات العالم فينا كشي مغربي في العالم أنا كنقدموا التحية ليالي وخاصة الجالية دينا لمقلمة ديال أوروبية وبعض الدول كالدول سكادينابية كندا بريطانيا والتحدة الأمريكية وجميع الدول العربية بما فيهم أحرار الجزائر ودائما أخوتي واحد تحية من القرل الخالص من جميع المتابعات ومتابعين دينا اللي كنتم تتعالي راكم واحدة باسما وكل واحد اسمه راكم مشكورين وإعزاز على القوضية مشكورين وإعزاز والمرتبة ديكم خاصة وخاصة جدا لأنه بلانيكم ما كنسوبتش على فتا قناة ثاني وكنا نشكركم بزاف لما أخوتي عندك نبع قضية وهذه الدجزة اللي واقع توسع على قضية ديال ريدا فارس والزوجة دياله رين فكري وهذه القضية اللي هي متيرة وخطيرة جدا بما فيها من أطوار من أحداث وبالزاب دي الأمور اللي هي حقيقية بانت ولكن احنا كنتم نعرف كنتم نعرف بشهادة بحب أن نعرف بشهادة الأمور هذه القصة دياله على هذا العالم هذا والقصة ديالي هو مهدو وهذه القصة دياله وقضية ريدا فارس فهذا دليل على القصة ديالنا والمصدق هذه القصة ديالنا كنتم نتحدث لها وأنا قلت نتحدث عن أمورات وعنتك أول مقارنة وعنك أول مقارنة وعنك أول جانبه وحلقة تركيز حالة هذه كتشابه نفس المنظر يعني ربم لا بمثال إبتائية عنها يعني نص من ورد وعنك لا نخلق تفاصيل هذه القضية وعنك أبني وعنك أشترك بصوال كلم الجديد وعنك أجموه بصوال كلم الجديد وعنك أبنك أمار بصوال قصات الأخر قلنا أنك نموه على قضية ونرى انه وصلت القضية ديال الضحية اللي يرحمه لواردة فارس وشني وقاع وشني كانش جادين شني اموري وقعت فالقضية هالي انا عم بعد الكلام الزائي اللي قد اضحيه النادي انا معني سادة خلافة عيانة اللي هي بين الزوجين العلاقة اللي بين ريدة فارس اللي يرحمه و الزوجة دياله ريم فكري و اللي اتقال سمه و دك شنه يتقال انه انه انطرف الوليد دياله العائلة ديال ريدة و العائلة دياله مهم ديالش انا ما اقساش ندخلو فيه لان احنا ما كيهمنيش انا بالضبط انا في قصص دياله ما كيهمنيش بك المشاكل بين الزوجين هالي كان حصابر انا شخصية ومشاكل عائلية مع نصادة خلافية هذا كان رازل ومراسه رالم احكامة الاسرة ورقة الاسرة يفكرهم بجرة دياله اما احنا يكون نهضره على الجريمة اللي عند العلاقة بالتصفل العسابات والمخدرات هذا هو الهدف ديالي انا نتكلم عليه دائما هذا هو المستوى ديالي واليوما لما يتعلق القضية هالي شان ينقع فيها ثم عارفين مش حان منقله القلد تقالفها القضية هالي بان ريدة الله ينحموه كانوا حال انسان طي وحال انسان مزيان وكي يحب الوطن دياله ووجات حالو المغرب يحمل المشروع دياله مع الزوجة السابقة اللي هي فرنسية ودي وعمر المشروع دياله التجميع والحلاقة وتم عارفين اتشي هذا كامل وفي الاخر هالكورونا وفشل لكل مشروع مهم من بعض القبيلات بعد حاجة خاصة دياله وفي منص الوقت تركزه مع الزوجة وكمل مشروع دياله ولكن إذا ما كيقوم كيسترع انه هو اللي عاون بنوه وبعشي بارت مولا وعطيه الفلوس يعني في مشروع دياله نحن نطحو الأمور كما هي يعني هاتشي كلام كامل كيدول بأنه ريطة ما عنده في فلوس كان عنده باركة فلوس شارك مع الزوجة دياله السابقة اعمل المشروع فشل تفرقوه بابا عاوني بشي قدار اعمل مشروع دياله جديد واخر ولكن من بعد اصدار انه عنده العلاقة مع الفنانارين فكرين قبل ما يجوز قبل ما يجوز والشيادات اللي يقولوا اللي صاحبوه فحلخه اللي صاحبوه فحلخه يعني الصادق ديال ريدا فارس يعني الصادق دياله اللي فحلخه ولكن من بعد تورس العلاقة وعيشوش بها هذه الخطبة وعيشوش بها وخلوه دياله وفقه 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 مع انهم تدخلات بره ولكن ما في القضية أنا بما يتعلق بريضا وريم بعد تدخلات بره يعني ارى احكامة اسره ولكن المشكلة هو فهذه الفترة هذه الازواج وهذه نض الحرب مشاكل حروب من هنا ومن هنا ريدا يقول ما كانش نعمل فلوس مجاز كورونا فشل المشروع وتسازه ومقع المشروع وبعدها نعطى الفلوس على المشروع شديد ولكن يقولوا بانه هل عرش العمل كي فوق مئتين مليون بالشهادات الصاحب اللي في حلقها فوق مئتين مليون ولكن الزوجة دياله معتنى شريبة او عاملة او تصدق معتنى اموال طائلة يعني وعذا باك يقول بانه هذه واحد شهر كان وقع له واحد المشكل في ديسكوتيكا ولا شامل ليلين مع واحد شخص المياه وبدأ بزمع بعض تتسوه معرفت النقدة ولكن صاحب اللي في حلقها كي شنجي يقول كي يقول لك انا ريدا قالوا هذه اختام شهرين اللي قالوا يا بدينا الحيزيلي في الخاطر ومهدد ودابك نوصي يعني خصصا يوصى لها حجر واحد وشجر واحد زيزة يوصى لها وكي يوصى لها في زيزة الامر وكي يقول لك صاحب اللي خلقك يقول لها شهادة مهم تقل هنا وتقل هنا وكي يقول لهم وكي يقول لهم الوالدين نضعوا أمرهم كامل على فكري على أريم فكري لان هي عملية تدخل وتدخل في زيزة الامر وكي يقول لهم وكي يقول لهم هناك شيء بعملها تدخل فيه وهم يقولون لهم يقولون لهم هذا العائلة و الوالدين و ابنهم ولكن هناك نضع المشكل الحقيقي وهو تصفية الحسابة هذا الريد والله يرحمه إنه يختطف لماذا؟ لأنه قدام داره يعني فقط عمارة التي يكون فيها فقط داره عندما تخلق داره ويقوم بها الكثير من الأشخاص مدججين من الأسلحة ويقوم بها على الضخرا ويقوم بجدد هذا الدواء يبدو أن الدواء يكون لديه الدواء في الله رائف المحمدية في حول ما يقول أنها هي منصورية والمنصورة تم تم تحتاطفه ومتعذيب يعني الدق كروينة لماذا؟ هذه الأمور التي لا تفعلها بعد ما يبقى شيء دائما والنزوح تضججه كبير على الناس تختطف ومتعذيه 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 لكن السلطات خدمت ومحتت ووصلت إلى الأمور التي حقيقية في القضية هذه ومتعذيه ومتعذيه الصحوف يعني بكلمة المصادر موثوقة ومتعذيه ومولة بارخ خرجه ومتعذيه صحيفته ومتعذيه أمور ومتعذيه جديدة ومتعذيه هذه ومتعذيه وبعدها ومتعذيه يوميا ومتعذيه 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 رضا أبا كارم هذا القضية لكي يعرفها الإنسان ويعرف أنه جمال هذه القضية كاملة في النصف المحتوى التي ستكلمها فهذا هذا رضا تعرض من الاختطاف ومن القتل بما يسمى تصفية الحسابات هذه هي اللعاء والعبارة التي تتقرف على هذه الميدانات تصفية الحسابات لماذا تتنع تصف هذه الحسابات؟ أعرف أن كائن تصفية الحسابات تصفية الحسابات على أنها كانت هناك المخدرات خاصة المخدرات السلبة تصفية الحسابات تصفية الحسابات الأول دائما والسابق هذا ما يحدث في العالم يجرى الحسابات كذلك يحدث بالغاية وكان هناك خلال لأنه يصفي هذه الأمر ولا هناك شيء غير لأن النجاح يعجبون أن يتوقع فيماعة المفلس وكان يتوقع جميع الأمر ومع أمكاننا صفتهم اسمه عدداً مجرد في فمسارية أو محكرة أو إعطاء كمسارية أو حكرة ومع قد يتوقع الراسق والأمر اتمنى يصفي هذا العالم الإجراء المخدرت والتصفير الحسابات إذا هناك المخدرات هنا المخدرات هنا السارقة والسيلة والنص نعبطيسهم هذه الحقيقة كده بلكم تشي واحد المهم حتى كنا نعرف أنها تشهادة وكننا عرفوا الأطور ده تشهادة لأن هذه أداة والمختلفة محسوبة فينا بزاف ولكن السلطات يعني السلطات الأمية وخدق القيل والقال على زوجة دير فاراس يعني مراسوري وكذا أموت وكذا أموت وكذا أموت يمكن ما يقول بمثال مرمى تجاهات القلوب التجاه ولكن السلطات الأمية سلطة الأمية خدمة الخدمة وعرفت كيف ستمشي قبل أن يكبر الحمراء وتخبر كل شيء ما نعرفه مين وشبره مهم خدمة وزربة حتى توصلت إلى المجريم الحقيقي الملقب التيربون هذا التيربون ما هي المشكلة؟ المشكلة في نواس لتفكر معهم لا أستعرف هذا التيربون تمقفت إليه والزرد أعمى يخميل في العصابة يعني أربع آخرين يجمعنا وشي خمسات شكبرو وشي يجو هربانين وشي قل لك شي واحد أو ثاني هرام مهم أن يهربوا كله هرام إفريقيا وكله هرام فرنسا وأوروبا وكله يبقى هنا يهرام في مغرب هنا على العصابة كبيرة العصابة فيها اللي يجم فرنسا اللي يجم هولان ومتلس عبقهم هذا الشيء نحن عنده العقب مكرومة فيها لكن نحن عنده العقب مكرومة فيها وشي خمسات شكبرو وشي خمسات شكبرو هناك اللي يقدم اربع عن طريق جانوب المغرب من يجمع نوريطانيا ومتلسا وكله يبقى لأوروبا وكله يبقى هنا مخبا ولكن العمود الفقاري ديان العصابة يتخدد شكبر اللي هو التيربون التيربون أنا لكي بقى بسعجر فيه كيف تيربون ؟ هذا ليس رجل عادي الذي اسمه توريدة هذا كريم إذا كانت المافيا وكانت تعتمر من الزعمة كبيرة من المافيا كانت تقولون ان هذه الأيمن تعتبروا بأسفل يعني كانت تعتبر بزعمة الكبيرة من الناس التي تعتبروا في الأولى العصابة المخدرات و كانت تعتبر الأمور طائلة ومشاريع ومع ذلك تعتبر بسهولة وإنه كانت تستعجف يعترف كم الأموم يعترف من اعترافه يقول أن هذا الشخص حقاً نحن قطفناه والعصابة ديالة يقدر أمور ولكن مكراً ما نقصله نحن كنا نسكره يعني كنا نسكره ويقدر أمور يردلون فلوسه ولكن ما نفيدنا من المنفيدنا خافنا أمور ستعرق أمور ونخطعنا الطريفة وصيبنا في الود يعني النار عبراق يعني رجلتا ديالة وقطعها طريفة وطرشوها هذا القوة ديال تيربونك ولكن تيربون مباشرة نصرح بأنه عنده العلقة مع هذا الشخص هذا معهد تسفيل حسادات لما يتعلق بالمخدرات كيف يتخليب أن هذا الشخص ينسللون 500 مليار 50 مليون ديالة يجب أن يكون 5 مليار ديالة وكيف يكبرها؟ كيف يكون لدينا نكبر؟ 50 مليار ديالة 50 مليار ديالة 50 مليون ديالة 50 مليار 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 ديالة هذا التيربونك يقول كيسانا من ريدا فارس 25 مليار أنه قد يتعلق بالمخدرات للسرة مليار ديالطير موجودين في شركة المراكش الذي عنده الشركة يعني اللجنزة التي تكيب السيارات الفاخمة وصحتها ومدخاق عليك في العسابة وكثير من الأعضاء يا خليم تم القبض عليهم ولكن يجب أن تفكر وتحلل الأمور كيفية عندك هذا الترباو يقولون هذا الشخص هذا يزدحه ليس يسللوا أن يزدحه خمسة ديالة مليار يدلوا السلع أنا أقول لكم أوروبا أقول انه يزدحه بحثث بحث يمقى مخدرات في هولندا هذا يمقى مخدرات في هولندا لكن في عسابة مغربية يسمى أنه مخدرات فيه كيف يجعروا أن يزدحه وربما يزدحه أو أن تتساقه أو أن يزدحه أو أن يضحه أو أن يزدحه هذه هي الحقيقة في الحسابة يتغلون الترباو كل شيء يحضر عليها في صحافة بطاعة من هذا العديد أنها رجل مافيا ولكن نحن نتكلمون هذه هي ريدة فارس ريدة فارس الصورة التي تقلت عليها في الأول لا في صحافة عن العائلة التي تقصبها أن الإنسان أليف لطيف لا يعمل أي شيء كل عايش في فرنسا وخلق في فرنسا خلق في فرنسا في 2016 تتأكد أن أحبوا من المغرب كما يحب المغرب ومن أحبا أوروبا ومن أحبا أوروبا أو فرنسا خاصة أن تتمكنون فرنسا مع علاقات فرنسا وزوزنا بيها أو الدواجة من المغرب وليس من الصناعة مع بعضهم في الحلقة والتجميل لكن ستجد كورونا تقومون وتمتعون نفسه ونزمون نفسها لذلك الدواجة الفرنسية تطلقوا ينطلقوا 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 ولكن هو ساكن في بارت مون في اسم ديانا كيف جاناوك تفارقنا والعبارة او بارت مات قد اسمي هنا وتنا ساكن فيه احنا تفارقنا يعني بقى مشاكل ميزة تفارقنا يعني بكشانك لكي تكون فيه ولكن هذا هو الواقع ولكن الامور فيه مشات مشات بعيدة السلطة بحسات هنا أيقلوا كانوا يتحقوا أمورهم مثلما في المافيا و مشاتهم في فرنسا أتبعوا كثير من الصراعات وشكلوا كانوا يقتلوا و وضفنوا في شهابة وكذلك وشكل من الصراعات والنهات المناتيف المذنون من الجرائم متى و في المغرب و مع ذلك هربة و ثانية مرة أخرى آتماء عمل عاما و المغرب شبرها في مطار محمد الخامم و دم اخلاط السابل احتاجات القضية دي وعي تتكبر فيها لا تتربوه مجرد عادي القبضة هنالشي حاجة كويرة مثل السلوطات الامنية ربنا بولي لهم شبرات الشخص هذا حال هدوم يقلوه تتكبرهم سعابين سعابين يعني هدوم ناس كبار يتم فيها ويكونوا عندهم اي عاجة سال اسليحة تكون عندهم المدجاجين بالاسليحة والعصابات وربما يكون عامت الناس الفاسيدين يوداخل مؤسسات سعيب وتتكبره وبعالي لك تتكبر عليه ومو بعض الاشخاص يا غريم ريدة فارس في تحقيقة ليبانت وهذه الشهادة مكتوبة في جريدة رسمية يعني في جريدة موتوقة معروفة جريدة الصباح لي بقيت اكل شيء قرأ فيها هنا ومتوضح بعض الامور بان هاد ريدة هذا ليس انسان عادي هو رجل مافيا هو ليس سهل هذا تيربون يزرب عليها يعني تقول هذا الشخص ليس انسان سهل وهذا عنده العلاقة مع رجل مافيا دوليين في العالم وانسان سهل يعني فرسا و هولندا وخصصا هولندا وماذا تسمع هولندا؟ هناك تسمع هولندا هناك موجودين مكروما فيها موجودين في هولندا وبرشيكا ومال مقر الكبير مكروما فيها المغاربة جميع في كاري وانتاغي وساعد رزوقي وسامير سكارفيس ونوردين حجاوي كمين كمين يقدر عليهم كمين متعديل بحقيقية برشيكا و هولندا وقت مقر الكبير وانتاغي في وصفاء اردام وامستيردام وانتاغي في الاولندا كانت تسمع المكروما فيها هناك تبقي حيشنونه نتوجه من خدامين والاليمان والاليمان والاليمات 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 لكن هذه الناس مذهلة بالنسبة ومن مذهلة ولكن الان ما يشفىgon وهذا الشخص وعليته سأقول لك أن أتقلت إلى رداء الصحي فيها و و وكتبتها 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 لا أقول لك أن أقول لكم أن أتقلت إلى رداء الصحي لا أقلتها في التاشنة الحسابة وخاصة السارقة السارقة كان يزدح من الدم بزرد البشر الذي قام بالنصر عليه وهذا ما ينصب عليهم دخل في العصابة وعندهم العلاقة والتبييد الأموال وخاصة العملة الصعبة يعني هذه الصرفية كانت الصرفية كانت في أوروبا وكانت الصرفية في المغرب كان نوضح لك بعض صورة كانت الصرفية في الغطرة وعندهم العلاقة في أوروبا يتحدث فقط في أوروبا تعتبر الفلس خاصة السارقة في أوروبا يدخل فلس من المغرب في المغرب لا يمكن أن يتحدث الفلس ربما يتحدث بهم هناك الأزيزة التي تكشف الفلس ما يفعل؟ في أوروبا أو أوروبا لا يمكنهم أن أوروبا يصرفون هنا فكتبت لك درهم وكتبت لك في أوروبا وكتبت لك من مغرب أعطيت مثلاً أقول لكي 100 مليون دول أورو كتبت لك من المغرب تتبع المليار عنده مع إصابتها وكتبت لك تجيب المغرب عنده فلان كتبت لك مليار يعني الخدمة خدامة لا يعرف كيف مزارة الخدمة لكي أعرف كلاً صرافية وكما يأتي بزارة منهم خدامين هيداً ده مانده وكما أحد شخ يستفد موضع دي الصرافية الموجودين دائما كانوا على حرب الصرافية دائما حالياً كانوا على حرب الحرب طاحنة من الصرافية وكتبت غمض وكتبت غمض وكتبت لكي أقول لا لأنها تشارفة لا يوصل إلى السلطات لأنها تشكت مخارج قانون يصرفوا يعني الحرب وكتبت وكتبت مهم هو يريد وكتبت العلاقة مع الصرافية وكتبت لهم يعني بزارة الصرافية لكي يسالوا لفلوسهم هذا يكتبهم مليارة هذا 500 مليون هذا يكتب المفروس كبيرة هذا قارة تيلبونك يقول لا تحوزة تحوزة 500 مليارات السلعة وهذا قارة بزارة البشر يسهلوا هذا الإنسان يهرب يأتي إلى المغرب يقولون أن المغرب يستطيع أن يصل إلى أمور هذه ولا يقول لا هناك يوقع بزارة الجرائي في المغرب وكتبتها في أوروبا وفي نفس الواقص تهمتهم بزارة الجرائي لدينا العلاقة بالسرقة وخاصة أن يكون لدينا ضجة كبيرة لأنني سرقها في مدهة ليلي وكتبت مغربة وكتبت مليارة وكتبت مليارة من فوق وكتبت مغربة الساعة مليار مليار ونوز القناة أصبحت بزارة eller المهاية لأن خطور الألقائي على الساحة وكتبت مملكة لماذا يصدق شخص واحد وكيقوم شئ عمالة ديال السرقة أو شئ عمالة ديال الخيانة ديال ما في طبعه بحتيتهم شفا كيف يقول هل حالوا من مغرب؟ هاي المغرب عاي تخبع من المشاريع ويقلوص بحال ما كينتش شي حاجة وكلي كيعمل بعض الأشخاص اللي كيقوم بطبيعة الأموال بعض الأشخاص مثلا كي عندهم سيدي الأشخاص كيسو مع عندهم العلقة يعني في منعيشين عقاريين وهم منعيش عقاري كي من الإمارات وكيامل مع علقة كي مولد البنايات وكي دعوها لكي تخل مع في المشاريع فسي إنو خاتبت عندهم الفلوس لا تعمل ساعزة الكرار في الفلائر وموينتصمت الأموال بزرق أموال كي يجوز بشي وحدة وكيكسب لها فيلا بإسمه وشي مشروع بإسمه وشي أموال بزرق الأموال كيكسمو لها إسمه كي تقول هالعام وعامين كي يكسب المشاريع وديك الفيلا وديك أموال كيبيعوها كاملة وكيعمل فوس في الجين وربما كيتم هيك تبع الحصة لها بشي الحالة أموال كي تطلق أو شي حاجة أو لما نعرق أو لما تبقى لك شغلهم ولكن شني كيعمل ما كي تقول هالعامين كي تقول هالعامين في الفيلا ووحا الوقت المشروع وده وامور يعني كيبيل لك من يجيب الفلوس هالعامين كيسموه تطويق الأموال كيقومة الأفعاد حريدة هالعامين في الفيلا ووحا الوقت المشروع أيرلندي كان عنده واحد الشخص هنا في يقوله ماركو كان ماركو كان هنا في ماروية في جرل إسبانيا من الفيلا وعمارات مناشع قاري كبير إسبانيا وانا كيش كونه وامور مرشيه وادا وقليك المسمي دعما كذبكي كونانا وانا يسمي حاليا مويد كان صفهان الشخص بغي يغنق عليه كان صفهانه يعني هالعام للإجار المخدرات تبعينا لكي بغي نتسلك الأمو كيف يعملها هذا الشخص داري دفانس القضية دياله كتشاده مئة في مئة مع قضية ديال مصطفى موس المعروف يعني بالجريبة ديال مقامر الكريم نفس الأمور هكي مخدرات السارقة تحسلات الحسابات نفس الأمور حل حل كيف يقولك ما يعمل مصطفى موس هو يعمل هالشخص هو الوريدة فارس يعني يقولك يدخل يعني تقرر تلك الأمور ندرنا على مصطفى موس او ما يعرفة الجريبة ديالت المقامة اما كلمت هذا مصطفى موس عوثي يتعلق أروج المافيا وكان عوثي يتعلق أوروبا كان عوثي يتعلق أوروبا و التجارد المخدرات و المخدرات بصح الصلوة و احد مرة كان تجاباً او حكمية كبيرة ديال المخدرات الترقز ترقزت على مافيا و السلعة هذه كانوا موالينها تم إلقياً موالينها تأتي زيارة التي كانت فيها خلق طاقة كانوا عندهم نصف ديالها في السلعة هذه كانوا ترقز يعني أعضاء رجال ديال المكروفية كانوا عندهم ينعرف اسرعة جدا في السرعة и استفرقق يكن من انتظاروا كيف يدعها يظهروا بها كيف تجد من بorer تسرقها ومعرفوا يسرقوا لسرعة من البارقة وهي كثير من المستخدمة وهو أشخاص الذين لا تبعوا بحصاها كل ما يدعوا من هذا الطعام منهم وحد جوج وحد يحصوا فصمت سامير ومصطفى موس لا يوجد سامير سكارفة سامير ياخر السامير هذا الذي تقوم بها تقتل تقصده في اسطانيا في اسمالية تقتل ومصطفى موس النساء في صاحبه سامير تقتل غرب تخدم معرب تخدم معرب تخبئ تخبئ مع فطنجة 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 من أن الجانب لم يتحرك والمما كلها يشاركوا الناس ومع فطنجة نعضل برق والمملكة تتخبئ مع فطنجة والم موجود ولكن تزرع بالمسكين والمينتع فطنجة أمثل مصطفى موس ويحدة أولو فلت صعف المعروفة وما عارفو صعف الدنيا أني بقى في المغرب هنا أية مدن مغربية يعمل مشاريع تصل مرة كنت تعمل معهم بزرد المشاريع ومبيني هذه الكهوة المعروفة كما كانت كلمة وكان مريح فيها وكي يجير مريح فيها مرة مرة كنتم نتبعها ومعارش أنه ما فيها تابعة تحسب له كل خطة وذلك يختارها تابعنا فيها هو ما عارف شي لقد قلت المنسق مع إنسان واشي تدري الإنسان لا يسرق سرق إنسان السرق حيث كما يكون تسرق يسرق إنسان ولكن الذي تسرق لا يسرق إنسان إنسان لا سرقت تنسيته سرقته وما لا يسرق عارف إنسان سرقته بقى سادع فيك تجير فرصة لكي يتسرق منك حنو قدس فهذا يقع هذا الكلم صافي جمع المغرب ستحققه ومشاريع هذه ورياح مهارسه المافيا كترصده كتبعه كتبعه فشني كعمل فيكي يمشي فيكي يقلس فينادي وعيوكي صاردوا الميساج وردوا مكسين تشي حاجة تساعدوا البكتور وش عيساليوما عيسافيونا ومسما انتسفت حيسابة عيسوا عيسابة ياخن دول أخرى هالي يجي من السورينام هالي يجي من برازيل ومبعض مغربة الأمور ودرسوا الأمور كاملة وعناد مصطفى الموز فيكي يقلس ووروكي يكون هناك ترصده واناك عمرت القهوه في مراكجي يكون الله كرين ديالو هالطبعه التي يجلس فيها هالشوية هالقص على الحيب لعدي الأمور كاملة سافروا صدقاء في الأفناني تجي تعجيوا النزل الصوري عندما تكون بالموتور ومعهم شخصي أخر يأخذ برض القهوة في نواة في نواة عتيريو ولكن مع الأسف مستخفاموس كان قير يستمر ولكن في ذلك اللحظة ندخل كوزينة أو نمسى شيئا ولكن في ذلك اللحظة دخلوا جد الناس يأخرين دخلوا واحد صخص مع واحد بنت يقولون أنه هي طالبة ماهذا عندما نزل صدفة نافت صدفة و شخصي يأتي و كون أنه كان مستخفاموس مستخفاموس يزهر لهم يخلي العابة الوضع و عندي الناس و انتقى الوادر و هذه هي القنيصة التي تقلس فالكغاليبة لم يأتي غنيسة لكن يأتي غنيسة و أنه في الغنيسة و أنه لم يأتي جد في القنيص و انتقل موضوع المترايب يعني موشي من يديره يسمى قتله مصطفى الموس لا قريب لا مصطفى الموس فلتس ظهر ديروه يجب أن يدخل ضحية مسكين يجب أن يدخل الطلبة بين سراء والولد كانوا سماكي قرب يرجعون شامو عباء المنصورة ماتوا ومساكين لا هذا 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 يقولوا عن طريق الخطأ يعني ماتوا عن طريق الخطأ يعني آخرين كانوا يدخلوا قتله مصطفى الموس مصطفى الموس وجودوا ضحية النفس منظر لماذا يعني مصطفى الموس سمعتوا من مافيا من أوروبا وكيف تشعليه وآدي تسارس الدوجة وقشريصة في علون لأننا سارقهم الكوكاين نفس منظر يبقى على ريد الفارس سارق العسابة الكوكاين سارق العسابة التي تتصرف فيه في العملة الصعبة في السخصة وده كتبت أنهم مافيا سارقهم في السماء وثاني وعطيتهم دوجة مافيا دمس سارس الدواء صعبي سارق العسابة و أتفاوضوا معا ووشون ويقال قال لك، انا في شمال هاليلي كان كانت نعمة عن تيربون عشي واحدة خرجها في فرنسا أو تاني ونادو كدفضوا سمت ما أحطيتون ما يقول لك لصاحبو وليفح الخاء قال لك لاشي واحد كانت قيامتها وعفاكم سيجى مثلا كانوا طلاء من فرنسا وتلقى ريدة فاروز خرجتني أسقا جانس لك همسا وستين مليون ومعطب عشي احتيها لوندو كدفضوا ما أحطيتون لا أعجب بشي مثلا يا خوري كانت تسالك و تخسروني ما هي اي لك؟ هؤلاء يسفقهم عادينا رسقهم و غير حتيهم رسقهم لا يسفقهم عادينا رسقهم فارقوا جوكا صافي عدو قالوا الحلية معها صافي و صافي و هذا هي الحل عايتون المافيا اسم فرنسان نحن نسمع أوربا و هؤلاء نزل اخرون أوربا أكثرهم أفريقا و نقولون أفريقا رام ما فيها يعني نقولون أكثرين في فرنسان أفريقا فرنسان رام و سيبعوا و هؤلاء نسمع أوربا أكثرين أنا قلتك في مارسيليا ولا في ديجا ولا مجمع مدن فرنسية هؤلاء يستمتنون بززاب فرنسا و يبشيشو الكوكاين من هولندا و من بلجيقة و الحشيز عاو قطلع من بعد الدول و الحروبات و هؤلاء و صعابين بززاب صافي و هؤلاء الحالة موت إجرام تبعنا أعداد الموحثة اللي كانت تكلبوه اليوميا في قصص دباش و العمر هذه على تيادة على تيادة هذا العالم إجرام و مخديرات و تتحسل الحساب و تقتل لأن هذا العالم هذا ها تشليفه ها تشيو واحد هل سيقول لكم إما كنت تقيم صاحب الجيل الصاعد و كنت صاحب الكثير من الأشخاص يقول ترد المخديرات و تترافيقوا فالإجرام ما أعد منه أعد منه أخيكم ده بشو متع الإنسان يقول له عاقله عادي عميلت أموال بالزاب و صابي عادي يفوت عاحميك عاحميه و كيف يلقي الفلوس عادي يقول لكم تخليهم و لسي يكون عليك النازل المحسوبية و الزابونية و نازلين و ده حالي في العالم بالفاسد يخدموا مفسدين و يكونوا معاكم يخطيوا عليك في ساحة يزربوا منك مرة يخلي بك شيء يعني العريا مرة يعني العالم الإجرام هو هذا هذا الشخص هذا اللي وارده فالس لا يرحمه و نحن معنا السادة يعني عليكم أن تكون الأمور كما هي يعني الأمور ديال العصابات و ديال المافيا و من يقول لهم العصابات و مافيا كانت مخدرة و عندما يقول لهم المخدرة يسحوا بحثتهم و يصفوا بحثتهم هذا الشيء لك لا يمكن أن يبشي تشكة أو شيء القصص يعني هذه الأمور التي تتكلم عنها حاليا حاليا ستدخلها جزء مبسيط ستدخل العصابات لكي ندخل من المغرب من المغرب من العداد و هي سيحية قليلة ولكن ندخل فكار فهناك فكار تذكر ذيالي تقول لهم هذا تيربون يعني راجل المافيا تهو كيم الأمور طائلة تهو عنده الزابونية و المحسوبية و المفسيدين فيه و عنده المافيا و كمور ولكن كيف اعتارب بسهولة يعني بسهولة اعتارب و صافيه تهو كيم الأمور هناك تعرف و هناك نقطة خطيرة كتجوروه راهوه برانتو لكن الناس كبارين علف المافيا يقولوا يبديه يعترفون لهم كده مافيا كبيرة و تسلوه أمور سادسية لكن لا تعمق البحث و تتحقيقات ربما يصلوا إلى مافيا آخر زائدة على تيربون و زائدة على كده لأن تيربون كانت تتحقيقات في الفطان و تتوافر الناس الناس كبارين و لما تعترف شيء السلوطة تعمق مع البحث ربما يصلوا إلى الناس لأن الناس كبارين لأن الناس كبارين لأن الناس كبارين الآن والمامة و تقولوا دائما خالية في جميع أعضاء العصابة كانت تحديد حجزان ذكرت العصابة لدخل خالية فقط أما لخال الخالية لا تستخدم شيء هذه الأمور لأنها تحدي العصابة وستشعروا كل ما يأخوتي وإحنا ما كان شهرون ما تشعروا نحن رضا فارس اللارح ممسكين العائبتون لله يصبرهم يعني النساء يقلون القليل يتشوفوا حتى الصورة المغرب بزرد الأمور يتشوفوا حتى الصورة المغربة كما غريبة وإحنا لماذا؟ كانت تسمعني باك يقول لك يخل أواد جمجزة بسحراته وشبروا عنده الصحور تدخل الأمور تحديدها غريبة يعني أمور تحديدها تخلافت شيء هذا وإذا كنتك شهرون ما تدخل شيء في الأمور عائلية ما تدخل شيء فيها خالي نسيت تكرمه أمورتك شيء هذا حناك نتكرموه هذه الأمور التي عملتها قبل إجرام ليفي المخدر الفتاة في الحسابة ولهي الصامة ثم ما فيها هاتي اللي واقع ذلك شيء هذا أنا أراداً أنا أتجاه أن أرى من المخدرات هنا إيران ملايين يتحدثون ملايين لديهم تخصصاً ومع ذلك من المخدرات يقولون أن المخدرات تقومونه بمعافيوس لكن يتحدثون في البوحده هناك شبكة دولية لدينا المخدرات في المخدرات الصلبة هي الكوكاين والهيروين الكوكاين موجودة في أمريكا الجنوبية لذلك المنبعها كورمبيا والمكسيا تزرعها ولكن لا يوجد تزرعها و لا يوجد تصنعها في مختبر و لا يوجد تبيعها و لا يوجد تصبرها و لا يوجد تصبرها و لا يوجد تزرعها لا يوجد تحانمية يعني حيث يقال الهيروين وهيدان الهيروين المنبع too هنا تكون مسدرها هي الطبيقات أفغاينستان ولكن اي poquito تحكم بالهيروين ايران كلها تتحكم في الهيروين في الwoحية ايجميع erf التي تتعلق مع الهيروين تتحكم فيها ايران يعني ايران坦 flakes ولكن هل تطرع الس عنه والتوركوس إيران لديه ديبو أفغانيستان لديه الزراعة المندة المنبت لأنها تكون لديه ديبو لديه المافيا لتخزنها لديه المافيا من تركيا ويشريوها ويصدرع العالم لأنها تحكم في تجارة الهيروين في العالم ويصدرعها جميعا تقرز كولمبيا ومزمندر تزراع الكوكاين لديه المافيا لتخزنها مثل أمريكا الجنوبية في إكوادور في بيرو في تشيلي ومكسيك هؤلاء الناس يتخزن في التوزيع عبر العالم كما تصنع هولندا المافيا المغاربة المغاربة ليس سهلين مغاربة مربما فاتوا يخريم فاتوا يخريفت المخدرات والإجرام والعصابات وهذه المافيا لماذا؟ لأن هذا العالم حقا يوجد الكثير وفي الخطورة بزاو وفي الحجز بزاو وفي الجرائم بزاو يعني الإنسان دائما خاصة لدني كطر عاربة لم يحرقوا من المفيا أشياء أنهم يجدونون وعندهم دائما ومعنهم خطيرة بمجدهم وأنهم أن يحرقوا ولم يجدون أن تصغير بنفسها وأنهم أن يخليهم يجدون أن يتخزن ذاو وما عنده حركة وما عنده لكي تلاوه له يستعملون ويخدمون بهم يعني عائموز كل يتقلوا الخبر ما كان يهدهار إلا يعني ما عنده لكي تلاجوا هايزوا في مباغري ما عرفينها راحا على بره ما نعرف كيف تفكر أمور يخدمون بهم بشان الحافظة لما تعرفتها شي حاجة يقولون بلينك إما يكون عايشين في الخطورة وما دين نساعدوا ليوم يحرقوا مساكن على شانه يمكن وضح لهم أنه يقولون أنه يحرقوا ردوا بالكونت بالصح يحدد المخضرات سليعت منه خاصة تجارة تجارة خطيرة وما عندها اليدمان يقولون الإدمان ما كنت تتبت بحجر في الهروين ويكون بحجر في الوفا ولا بكراكا في أوربا والكوكين يسيط من هذا المسار ليس هذا الشيء يجعلونấp الباليه من بالانطورة من بالليين بالغربي لا يوجد شيئ من المغرب عندما يصبح أمريدين يمكن ان يتحصل على مقارنة لأنه يستمرون بأمي يأخذر الأمراع بقصة وكي نعصي في الزاقة والكورب والشراب والكوروب كماشي الشراب سالة والشراب وكي نعصي الزاقة ما رمكينتها اشي حاجة خلوش على حياته ساعات منادم خرجو عليها اما الانسان في الاوروبا كواغد حاري اولا الاصفار وكافع 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 امور دياله وصالوا حال الناتجة وعدوا الوقت وعيكون وزي وعينجا اما مش اللعب مخضيط المافيا الاسهل حاجة في اوروبا هي هالي هذه هي كواغد كتبت العيش مع منادم ساعات كتبت خرجو انتحرف كتبت سارقة الدبزات كتبت تستعملت الى المخضرات كتبت تستعمل كل شيء ربما كتبت شيء ما فيه تلقطط كتبت مساعدتين كتبتو ارداد اطنياتين كتبتو اصلاح ناخد موابك وكتبتو اصلاح يساعد كتبتو ارداد امور كتبتو امور وكتبتو او مخبير وغيرت المحمد السيارة لو قلت القواره وقال العرب المخدر والإذماء والتجارة فهذا فهذا العشف المخدر وعشف المخدر ومعوبان والأمور الطائلة والمحسوبية و هذه الأمور مضربة وختيطرة مرة ومعوبان تحريرها دائما العبادة والرياضة والمهلب القرداء والهنسيريسير وفق الله